شن حزب المؤتمر الوطني هجوماً لاذعاً على اتفاق قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري متوقعاً أن يسهم في تعقيد الحياة بالبلاد كما هجم المجلس العسكري لتخليه عن دوره في نقل السلطة للمدنيين ومنحه لمجموعة سياسية ذات أجندات ورأى الوطني في بيان صادر اليوم أن اتفاق التغيير والعسكري تعمد إقصاء مكونات كثيرة في الساحة وتوغل على سلطات انتخابية باختياره نظام الحكم في البلاد ومارس تخليطاً في مستويات الحكم بجانب أنه قد أغفل الإشارة إلى الدين الإسلامي كمصدر للتشريع ما يفسح المجال أمام توجهات علمانية هي الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه بحسب البيانة وشدد المؤتمر الوطني على وقوفه ضد المخططات التي تهدف لنسف استقرار البلاد وعكوفه في الفترة المقبلة على مراجعات فكرية وزهده بالمشاركة في الفترة الانتقالية لاعتبارات قال إنها معروفة